أهلا بكم هل فعلا بعد سبعة شرين ليس كما قبله ما قاله رئيس حكومة إسرائيل بن يمين نتنياهو من أن إسرائيل ستتولى المسئولية الأمنية الشاملة في غزة بعد الحرب كلام يوصل إلى حرب مفتوحة حتى القضاء على حماس وما قاله عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانت لافت أيضا وفيها أن حماس لن تحكم غزة بعد الحرب والقطاع لن يمثل أي خطر على إسرائيل بعد الحرب وما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي يو آف جالنت يشبه أقوال زميليه وفيها أن إسرائيل ستقضي على قادة حماس وستقيم نظاما أمنيا في غزة وستكون لها حرية حركات عسكرية في القطاع إذن هي الحرب بكل ويلتها